الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية حينما سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أن المقصود بها في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظنوا أن المقصود بالظلم هو الظلم الإنسان لنفسه بالمعصية فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه فصح لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المفهوم فقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الظلم بالشرك بالله عز وجل الذين آمنوا أي وحدوا الله عز وجل ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك ربنا قال أولئك لهم الأمر وهم مهتدون فالإنسان الذي يؤمن إيمان خالص وهذا الإيمان غير مخلط بشائبة من الشوائب التي تشوبوا الإيمان بالله عز وجل ربنا قال عندهم فائدتين ربنا قال أولئك لهم الأمر وهم مهتدون فربنا سبحانه وتعالى دار من الإسان أن يؤمن إيمانا خالصا ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لغاية واحدة الجن والإنس خلقهم لغاية واحدة وغرض واحد وهي عبادة الله عز وجل ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالإنسان إذا خلط هذا الإيمان والتوحيد خلطوا بشيء واحد مسألة واحدة سأل غير الله عز وجل أو اعتقد أن غير الله من الأولياء أو من الأنبياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله وفي شبهين عن كثير من خلق الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الواحد يجي يقول لك أنا جيت الجامع وقلت لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل ليه خلاص خلاص يا مولانا الله صلى وعمل الباقيات والصالحات خلاص دجلنا طوالي معينه ذاته الزرجة جامعنا جوا الجامع ومشرك مشرك مرة واحد معلق حجبات كويس بيعتقد أنه الشاغي على ملغب ويعتقد أنه الأولياء يتصرفون في الكون ويتحكمون في هذا الكون زي ما قال بتاع الخدمية قال حسن بكم الفلكان متحكم بيعتقد عقائد مثل هذه ده لو شئ ده الشهادة وجاء صلى وصام ده مشرك مشرك بعد ذلك تتكون من الآمنين من الآمنين ومن المهتدين الآن الصوفية كمنهج منحرف أو كفكر منحرف الفكر الصوفي وأصحاب الطرق الصوفية ليس لهم علاقة بتوحيد الله عز وجل وصوفية دير كلهم شيوخ الطرق وأصحاب المنهج الصوفي عقيدتهم لا تشبع عقيدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل إن هذا الفكر فكر دخيل ليس له علاقة بالإسلام لأن هذه العقائد التي يعتقدونها عقائد ملحدة عقائد كافرة بالله عز وجل وأعتقد أن الشيخ هو الله والله قال أنا الفرض قال أنا الفرض الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة ده قال هو الله كويس بيعتقد عقيرة زيدي واحد يعتقد إنه الكلب الله الكلب الله الخنزير الله قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ده عنده علاقة بالإسلام والله يشوف أي جزء بيسمع الحلقة دي ولاسي بيعتقد إنه المنهج الصوفي عنده علاقة بالإسلام تما فاهم مية حاجة ده مسكين لسا مسكين المنهج الصوفي والمنهج الإخواني تحسن البنة ده مناهج منحرفة ليس له علاقة بالكتاب والسنة إطلاقا بالمرة لأنه هؤلاء الناس في منهجهم يحملون عقائد كفرية في هذا المنهج في عقائد كفرية الأخوان المسلمون يعتقدوا إنه اليهودي والنصراني والمسلم كلهم واحد يقول لك ده الأخواننا أخواننا النصارى وأخواننا أشنو بيقولوا كده وقالوا ده يريلي الموديانات دي كلها يبقوا في دين واحد زي ما قال حسن مكي كويس قال لابد أن يطبع الإنجيل والتوراة كلها في كتاب واحد كلها يطبعها في كتاب واحد كويس ده منهج الأخوان المسلمين منهج من عنده علاقة بالكتاب والسنة إطلاقا ولا جماعة تنصر صنة الآن هذه الجماعة جماعة تنصر صنة وأنا لست منها والحمد لله منهجا وكل الشيوخ الذين هم على رأسها من جماعة الأخوان المسلمين منحارفين كلهم الهواري كويس ذلك الرجل الفاشل الذي لم يستطع أن يرد الشبه في تلك المناظرة مع ذلك كان زنديق المدعو محمد المنتصر اللي زارك الهواري خالع الضلطيف غيره من جماعة نصر صنة المحمدية هذه جماعة منحرفة فارغت منهج السلف منذ زمن بعيد فارغت منهج السلف ربتا كيف فإنت عليك بالكتاب والسنة تركت فيكم أمرين ما انتمسقتم بهما لن تضلوا بعدي شواء كلاننا واضح كيف كلاننا مش واضح ده دار لانصار صنة ده دار له مختار بدري دار له صف وجيه ده ما دار له كلام فارغ زي ده يا أخوانا كتاب والسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مختار بدري كويس معاك عبد الرحمن حامد كلية جبرة كويس معاك الماء علمية البدعية دال ما انهم علاقة منهج السلف اطلاقا مين ما عارف بتاع المناقل ذات كويس إلى آخر من ذلك تركت فيكم أمرين ما انتمسقتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويا أخوانا البلد بتاعاتنا دي السودان ده يعني انت لو لو انت انك فهم بالكتاب والسنة بتعرف ان البلد دي امكن شبيهها بالجنازة تعرف الجنازة جنازة البعر تعرف زي الجنازة ملطخة بالقباب وممتلئة بالدجالين والمشاوزين ما تلف لفة إلى تلقلك المسجد بتاع تجانية بيعتقد ان صلاة الفاتح أفضل من القرآن ستة ألف مرة تم اجبائناك تلقى ماذجد بتاع سمانية ماذجد بتاع سمانية تابع لنسى البرعي يقول لك قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البيزن والبي في كم سماني في البلد في كم سماني ربنا سبحانه وتعالى يقول للبرعي وامساء البرعي إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرونه بشرككم ولا ينبيوك مثل خبير فنأتي في هذه الحلقات من كل أسبوع لنذكر المسلمين ونعلم من كان لا يعرف ذلك ونذكر من كان يعرف بكتاب الله وثنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يتمسكوا بشخص إطلاقا ما تكبزيه في ناس طبعا فقوهم من الميتين من ناس البلعي وناس المكاشف ومسقوا في الحيين ناس الهواري ودكتور خالي ويتماشي فقوهم من الميتين وقعوا في الحيين الله العظيم شبتا كاف شبتا النصيبا دي كاف يفقوا من الزوالة الميت من القبة يامروك بعشوية لقاماش جاري ورا مختار بدري ورا جاري وين ما جاري وين أبو شرفان على أبو شيطان داك كويس فشغل عجيبة لا سي ما فيهم تأكد إقنوا له هنا عنصار صنة عمته كبيرة لكن ما فاهم يا حاجة تقول لا الله قال يا أخي ما بجوز تدعون مع هذي البدع يقول لك لا لا الهواري قال مين داقال شغالين كده دال ما فاهم المنهج السلفي والله ما يعرفه فنرجع ونقول إن أخواننا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن فضل التوحيد ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا ذلك الإيمان والتوحيد بشرك الآن لو في الآن جاء حفظ الغران زي ناس البنعي حفظ الغران وعمل التكاية وعمل عرز زماعي بعد كل جقال يا الشيخ الحقنا وفزعنا عمل أعمال صالحة لكن ما قال العمل الصالح دا عنده أخينا فاسدة فخلط ذلك العمل الصالح بالشرك بالله عز وجل ففزد العمل كله شوفنا وكلت الواطن كله وحفظت الواطن جد غرآن دا مش عمل صالح جيت قلت يا البرة الحقنا وفزعنا انت مشرك ما عندك حاجة ربنا قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو هبان منثورا تعرف الهباء الهباء دي حاجة تكون في الضوى الشمس تكون في الشعاع بتاع الشمش حاجة دقيقة ما عندك اي حاجة يوم القيامة انتكاف فجعلناه حفظ الغران تبني الجوامع تعمل عير الجماعي ربنا قال فجعلناه شنو هبان منثورا ما عندك حاجة اطلاقا ما عندك شي يريد تكيب والواحد تلقيت عبان يعمل في البدع يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع يجيب له نوبة يدقه كل ما دق النوبة هو بيقبه بعيد من الله لانه طريقت الشغال بادي ما على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام دي طريقت الشيخ ما طريقت النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا صحابي واحد لا ابو بكر لا عمر لا عثمان لا علي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا واحد عمل طريقة ولا عمل لنومه ولا عمل لو يريد براه إنما كانوا يذكرون الأذكار التي علمها لهم النبي عليه الصلاة والسلام عرفتك كيف؟ لابد الإنسان أن يؤمن شنو إيمانا خالصا فكون جيد قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله كلا بس خلاص لما ينفع كده النبي عليه الصلاة والسلام قال يقولها خالص خالصا من قلبي يكون فيها يخلاص لشان كده الشيخ الألباني رحمه الله وتعالى قال إن المشركين الأوائل مشركين العرب الأوائل ناس أبو جهل طبعا جماعة أقديل ناس أبو جهل ناس أبو جهل ذاته والله إذا يدرس أبو جهل ذاته شرك بالله عز وجل عرفتك كيف؟ فات أبو جهل في الضلال والشرك بالله عز وجل لأن أبو جهل عارف الخالق الله الرازق الله المدبر الله ربنا قال وَلَيْنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيْقُولُنَّهِ اللَّهِ وَلَيْنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ شَلُوهِ لَيْقُولُنَّ اللَّهِ إلى آخر لكن لما تجد البرع بيقول لك لا لا بيقول لك الشيخ زعوته بيخليك مع الله الشيخ بيخليك وبيجوز تحالف بالله تحالف بغير الله عز وجل زي ما قال الفاتحة غريب الله إجاوزوا لك حاجات عجيبة جدا جدا غريبتك كيف؟ إجاوزوا لك الشرك بالله سبحانه وتعالى الشيخ الألباني قال المشركين الأوائل شركين العرب الأوائل دي لك فيه مشهادة ربنا قال لهم قولوا لا إله إلا الله المشركين الأوائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا طوال ردوا ردوا الشهادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب قالوا معقول الآلهة دي كلها لأنه عندهم آلهة دار يمشي الحرب بيقى للشيخ كويس؟ دار يعرز بيقى للات إلى آخر من ذلك كده دار عملية حاجة بيمش للشيخ كويس؟ فعرفوا معنى لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله عز وجل عارفين إنه اللا إله الله معناه شنو؟ معناه تترك كل الآلهة تترك كل الآلهة الباطلة وتفرد الله سبحانه وتعالى وحده جل جلاله أريد أن تغف؟ فقال المشركين الأول ردوا الشهادة لفظاً ومعناً ردواها بألفازة وأبا يلتزم معناه عما المشركين اليوم المشركين متع نسع نسل هبر وملوه دال دال عامنوا بالشهادة لفظاً عامن بها بس ألفاز ولكن لم يحقق معناها يعني بيجي بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله عشاء يقول لك المكاشي ولي الله المكاشي بيعمل بيججنا كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عغد كباشي يقول لك كده فدعماً بشهادة لفظاً وكفر بها معناً عرفتك كيف؟ كفر بمعناه لأنه يأتي شنو يأتي بضد ذلك المعنى عرفتك كيف؟ وده شيرك بالله عز وجل صريح ما بعتاق لكلام كثير عرفت الحاصل؟ فهذا لابد تحقق معناه لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إن الله شكراً ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ربنا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالزوء صاحب التوحيد الخالص والذي كان على السنة يوم القيامة ياماً من عزب الله عز وجل أما الإنسان إذا كان صاحب عقيدة صحيحة ولكن عنده معاصي فهذا تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عزبه وإن شاء غفر له أما إذا كان كذلك زوء صاحب عمان صالحة ولكن صاحب عقيدة في نفسه الآن عقيدة فات دا تنزل فيه العاية ربنا قال فقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبان منثورة ما عنده حاجة يريب تكاف ما عنده حاجة أم القيامة أم القيامة إذا نضع فاضي ما عنده شيء يريب تكاف و يعني من الأشياء العجيبة لما تجد الكلام بالتوحيد بوضوح بالذات الآن الزمن دي يا أخوانا يريب تكاف ما في ناس ما بيحبوا الكلام بوضوح بالتوحيد بتفصيل بالذات دي ما سألزول انتبه لها ما سألزول انتبه لها جاء واحد للشيق الألباني قال له طعام في جماعة سبونا الصفواجية تعاربون ناس مغتر بدري دا العاملين فعل الألباني بتاعهم إذا ما عندك أي علاقة بالألباني وزمامة العلم جريدة قالوا نحن السلافيين الألبان غلط دا غلط تقول إحنا ألبان غلط لو قلت تعالى مالكي بس كده غلط انت رابع الكتاب والسنة ما بحاجة سيما إننا ألبان ولا إحنا بنبازين ما بكلام زي دا كتاب والسنة المرضانين دا هريب تكاف مرة قاعدت وتوتي تعالوا أعرف أقول لك كويس توتي هناك دا المعاقل بتاعهم توتي والحاج يوسف ولا ما تعال عندهم حاجة ما عندهم تاني حاجة عندهم واحد سفيس ومختار بدري دا بتكلم معاه عشان تعرف المنى يوتعلي رجاء بتكلم معاه فاطنا أحمد إبراهيم تحت الحزبة الشيوعي كافرة ولا مسلمة دي شيوعية شيوعية التب دي عادي اللي بتقول لك ما في حاجة سيما الله الله ما في نهي ما في الله هريب تكاف دا الشيوعين بيقولوا كده قال لي ما بقدر كافرة قال لي ما بقدر كافر فاطنا قلت له ايه ما الطومة دي دخلت بتاني ما دخلت الاسلام داد شان تكافرة ما تكافرة والله بس على سؤال زي دا واحد منهم على الخميني الخميني بتاعيران قال ما بقدر كافره واحد تاني برضو طاغوت كبير في بلد دي برضو قالي حتى شغالة عجيبة جدا جدا هريب تكاف فعالنازل اخوانا ما يغورك شوف ما يغورك ايه ايه ظل خلت بالك معاي شوف ما ايه ظل مقصر جلابته او ظل عنده لحيدة معنى على منهج الصحيح خلي بالك كويس تلقى واحد عنده ديكي لكن مدرم كبير مدرم كافي عنه بينشل الزل لا ما بينشل دا خار من البنشل دا ظل عقيدته من حريفة اريب تكاف عقيدته شنو عقيدته من حريفة فصف واجبت عينك دال بتاع الحاجيوسف دال عندهم واعر اسم مختار بدري دا عنده الكفر بس التكذيب فقط عنده كتاب كده معلفه مع اسمه تنبيه هالقريب في ان الكفر كله تكذيب قال الكفر تكذيب بس ولغاية الليلة عزالك لانا ما تعمنه اريب تكاف دا ما بارده عند دول المرضى هنده واعتين اسمه الحلبي مجدوع في الوردن هناك دا الهواري من هنا الهواري من هنا فرجر اللاولا هناك اشتغل معه اريب تلحاصل فدي المنحرفين فما يذول عنده لحيا او ذول مقصر معناه كويس اه مش ارجع في السنة الرجل جقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل ما هذه قسمه ورده بها وجه الله رامي الحديث قال الرجل دا ناتي الجبين قال وكأن جبينه رقبة معزة جبهة ريوارمانة من شنوه من السجود ومقصر السياب وملتحي قال وعلى وين شنوه خطان من كثرة البكاء دا زلداته جواقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه اعدل يعني الرسول ما عادي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه قسمه وريده بها شنو وجه الله الاتكاف فما يجي يقول لك الالباني قال ابنه قال ما انهم علاقة بالالباني طان بالمرة ما انهم علاقة شنو بالالباني قال انت اسأله قول له سيتغضب مبتنع بيقول لك ما بك ترابتعه انت هو اعرف اسمه ابو سفيان هنا ابو سفيان بتعرفه هل عامل فابتع شيئا دا سؤال جاهل تقول له سيتغضب مبتنع ولا 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 من هالسنة ما بيته ولا لك ما بك ترابتعه دي مشكلة كبيرة اخوانا دي مشكلة شنو مشكلة كبيرة خالص عرفتك ايف فالانسان يحذر كل الحذر من امثال هاولا لا تبقى صوفي لا اخو مسلم لا انصار سنة لا كتابه سنة الكتابه السنة على شنو على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرفتك ايف فانا اكتفي بهذا القدر ونخدم الاخ الشيخ مزمل فقيري فلتفضل مجزين مشكورة ذلك وصلي اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى آله وصحبه الجمعين السلام عليكم ورحمة الله من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا خطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر